هذه حالة الحمل دلوقتي شايفة انه هو في حالة انتصار في حالة احتفال كأنه وصل لحاجة اعلى من اللي كان فيها كأنه نجح في حاجة كأنه ترقى كأنه حتى ان شاء الله خرج من موقف معين خارج منتصر انا اللي طلعه بصحة فلو ايه حيث تبقى ايه ثقة في النارس عالية جدا جدا والدنيا عنده فيها فخر مفتخر بنفسه واللي حواليه على فكرة مفتخرين بيه يعني برضه ممكن يكون شكل من اشكال المباركة مبروك يجد الدول حاجة كده حلوة قوي ومشرقة وجميلة جدا طيب ايه الحاجة اللي بيتمناها او اللي عايزها دلوقتي الحمل كأنه سلة دي يعني مسج جاد في وجنه جدا حيث الناس اللي مكانوش بيقاننوا في الحمل او مساعدوهوش او يعني مساعدوهوش بشكل ما نفسوهو نفسو الحمل ان الناس دي بجيله وتقولوا مثلا احنا عايزينك او يحاولوا انهم يتقاربوا منه تاني وهو يقول لا مش عايز تمام لانه في حالة انتصار وشايف ان هو طلع صح او ان هو ازداد شهرة او ان هو كسب في حاجة معينة او طلع صح في حاجة معينة او زي ما قلنا اترقق او عي درجة في حتة معينة فعايز بقى الناس اللي زي ما قلتلكو كان مساعدوهوش او مساعدوهوش او مساعدوهوش الماضي انه هما يحاولوا يتقاربوا منه او حتي يعتذروا بس هو عايزوا بيجي يعتذروا ويقول لهم لا مش قابل تمام الحاجة نفسو كيها الحمل ايه الحاجات اللي ممكن تساعدك يا بور في الحمل ما شاء الله انا شايفة انه لا فعلا فيه طاقة نجاح كبيرة جدا عنده الشهر ده انتبه جيد ده من الناس القرايبين منك تمام الهالفول مترس متديش ضغرك لحد تمام اوحا لان شايفة انه فيه ناس ممكن تنتهز الفرص ويعني تقتعك ممكن تعمل وتأذيك فعلا انتبه لازم دايما يعني طول ما انتواك لازم تبتدي تبص حواليك وبص وراك ما تأمنش الفترة دي انا مش باكلم في المطلق الفترة دي ما تأمنش حتى الاقرب الناس لك تمام اوكي الكارت ده كارت الامر دي 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 حالة تحفز وبص وكشر ازاي يعني الحزاب تفرح قوي الفترة دي وتبتدي يعني بالنجاح او الحتة اللي انت وصلت لها دي وانه تبقى عدم رايح ما تريحش شايفة انه ممكن يكون في ناس متربصة شوي متربصة بيك طيب ايه الحاجات اللي العكوسات او الحاجات اللي بتضعف الحمل الشهر ده علاقاته الاجتماعية يعني خلينا نقول علاقات الحمل الاجتماعية الفترة دي او الشهر ده حاسس ان فيها صعوبة يمكن يكون الحمل مش في حال ان هو حابب انه يختلط بالناس فده بالنسبة للتحدي وهو بحتاج يعمل ده الفترة دي او ان هو طبيعته كده هو اصلا مش 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 شخص اجتماعي قوي وما بيحبش ان هو يقضي وقت مع الناس فده التحدي اللي عنده جرج الحمل ويمكن يكون برده ده رسالة جاية انه عشان يثبت النجاح ده او يعليه او يكمل عليه محتاج ان هو يحسن من علاقاته جدا والحكاية ده هو ضعيف فيها فابتدى برج الحمل اشتغل على الموضوع في ناس كتير جدا بتساعد في الحاجات دي ان هي تحسن من علاقاتك الاجتماعية بالناس اللي حواليك وتكسلكم كاصدقاء وحلفاء لك تمام انت محتاج حلفاء من الاخر كده انت عايز حلفاء مش عايز اعداد تمام فخلينا نقول حتة التشفي او الارضاء النفس اللي انت نفسك توصل لها ان الناس تجي تعتذرلك ويقولك والله انت كان عندك حق الله ينساعدش مننا او انت تقول ايه تصدهم او انت تقولهم انتو ما تخدوش بتفهمهم حاجة او تنهارهم باي شكل من اشكال لا بلاش استوعب وقول دمام واهلا بيكو مفيش مشكلة خالص حد بيقدملك عارض طيب انا هفكر حاول تكسب الناس اللي حواليك عشان تعزز وتأكد النجاح اللي انت وساطره ده ايه النتاج المتوقع بالنسبة للشهر ده ان شاء الله تشايفه بردو زي الحوت عندك فرصة مهمة الحوت والحمق اللي اتنين بتجي تنفس المكان الكارد انه فيه فرصة مهمة بتيجي عند جورج الحمق وبيزبط فيها نفسه كويس جدا وبيستعمل طاقاته كلها خلينا نقول بردو الطابة اللي جايلي انه مع كل نهاية في بداية عند الحمل مفيش حاجة عنده اسمها النهاية خلاص كده الموضوع خلص لا مفيش حاجة عنده بتخلص مستمر مستمر تمام وكمان حالة الانفينيتي دي افكاره لا تنتهي افكاره كتير جدا جدا وفرص كمان عنده لا تنتهي فرص كتيرة جدا جدا وخياني قول ممكن تكون اكتر من فرصة والحمل على فكرة متوقع ده وكأنه مجاهز الرد انا هارد على ده اقول ايه وهارد على ده اقول ايه طيب القراءة حلوة جدا بس اللي هنصحك بيا جورج الحمل حاجتين ركز على علاقاتك الاجتماعية تاني حاجة انتبه جدا للناس المتربصة لك اللي ممكن فعلا يحسدوك او ويفعلوا على النجاح اللي التوصل تلوه تماما الحالة المادية جورج الحمل يا سيدي بسوا بقى الحمل الم انه هو بيدي لناس بحد بيدي فلوس لانه ما شاء الله واصل في حتة حلوة جدا لو هو مسلا مدير عمل بيدي مكفاءات او حوافز للناس اللي تحتيه بيديهم حاجة كده يعني يبسطهم بيها ويريحهم بيها الحمل لو كان مستني انه هو يقترض حاجة من بنك بيجيله قارد او انه هو اللي بياخد فلوس من حد اكبر هو بقى اللي بياخد المكافأة او ممكن يكون ويرس كمان من حد اكبر لو كان مستني انه هو يعني يحصل على ويرس من الناس اللي يعني من اهل وكده شايف انه هو ان شاء الله بيمسك مبلغ مالي من الورس ايه الحالة الصحية عند الحمل مش شايف ان هي مش كويسة والحمل خليني اكتر اقول حالته نكلم عن حالته النفسية متعصب في حالة عصبية في الموضوع متشنك شوية او انه هو بيقاوم انه هو تعبان في حاجة تعبية مثلا حطقته البدنية مش اعلى حاجة مش مش في الفورما يعني بتاعته بس هو بيقاوم ويتحامل على نفسه علشان يحسن منها برافو برافو دي حاجة كويسة جدا الكارك اللي حد دلوقتي شاف انه هو يعني مش بيضغط على نفسه بشكل ممكن يؤذيه لا تمام المقاومة دي كويسة ما تستسلمش لحالة كسل او اي حاجة ممكن تحسس نهاية عباك لا ما تستسلم لهاش وقومها وهتعدي لوحدها او زي ما قلنا انه هو متعصب تمام جميل جميل جدا طيب يلا نشوف الخروق ارواطه فايد بوردي حمل عطفيا الحمل مش شايفة ان هو احسن خائجة انا الشيفاء بالنسبة للحالة عطفية متودر جدا جدا لا توقف عن التفكير والتفكير سلبي بمعنى هو مش بيحاول يلاقي حيول لا هو عمال يعني بيشح نفسه تقسل بيه اوكي فهو بالنسبة للحالة العطفية تعبان جدا وخيان تقول بيحلم حتى بالمشكلة دي او الحاجة اللي ارقاه عطفيا دي حتى بيجيره في الحالة موقتها ما بينام اذا كان بينام تمام شايف منهم متقطع خلاص ما هو جاعته من كتر تفكير يفكر كتير جدا بالنسبة لحاجة تخص علاقته العطفية بس زي ما قلنا التفكير سلبي ما هوش ايجابي مش مونتك مش حيفيدنا بحاجة انت عمال تفكر 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 وهاري نفسك بس انت مش بتلاقي حلوب انت بس بتزود يعني الجهاد النفسي اللي انت فيه فانحاول نوقف تفكير شوية انت اول حاجة هنصحك بها حاول توقف تفكير شوية تشد الجهيشة وقت النوم للنوم خلاص هنبطل التفكير تفرجوا على حاجة بتضحك اسمعوا مسكي هادية حلوة يعني حاولوا تزبطوا المنتل هاوث بتاعتكو الصحة العقلية بتاعتكو لانه فان نفرض الوضع ما نصلحش انت مستفيدش حاجة ولو تصلح برضو مش هتستفيد حاجة او هتبقى اهدارت الطاقة دي عالفاضي لانتو في الاخر هتتصلح او الموضوع هيعدي ولو ما عداش فانت برضو مش مستفيد حاجة بان انت بتعمله ده مش دي الافادة خاصة لو هتفكر يام تفكر في حلول وانك انت تتحاول تصلح وبنبطل نعيد بقى الشريط اللي شغال اللي هو من اول ما العلاقة بتادت لحد دلوقتي عملت فيها ايه او عمل فيها ايه مش هيفيد لو هنفكر هنفكر في الغيرة النعم دلوقتي حالا احنا وقفين فين النقطة اللي احنا وقفين فيها وايه اللي هيساعدنا ان احنا نحسن العلاقة دي طيب الشريك الناحية التايم فيه عنده حالة فوضى انهيار كامل يعني انت تعبين مش ديك كمان تعبين فخليني يفضحوا كالعادة انه شركك لو بيحاول يوريلك انا تمام لا هو مش تمام هو منهار تماما وفي حالة فوضى ومش عالف يعمل ايه وعنده شبه حالة صدمة هو كمان ومش عالف يتصرف فحمل انت السيد العقلين بالصراحة انا معرفش الشريكات ممكن يكون بوركه ايه انت اللي ممكن تساتر على الموقف وتحسنه شوية تماما فالشريك شايف ان هو في حالة انهيار دام وحسس انه العلاقة انهارت وبازت ومش عارف يعني يلحقها منين او يصلحها زيه طيب الحمل نفسه في ايه نفسه يبقى عنده لا مبالاة بفور انه هو اولا اللي يفكر فيه يقوله والحمل مش من طبعه ده خارس الحمل بيفكر كويس جدا في الكلام قبل ما يقوله بيدرسه كويس قوي هو نفسه ما يبقىش فيه نفسه ليه فراسه يقوله عطله او انه هو يبقى عنده لا مبالاة ولا هو يستمع حاجه ولا هو شايف حاجه ويستمتع بحياته عادي جدا مسائل فلي حبايبي الشريك عايز ايه او نفسه في ايه برج الحمل نفسه انك انت اللي تقود المسيرة نفسه ان انت اللي تسيطر على الموقف لانه واضح ان الموقف خرج عن سيطارته ومش عارف يصلحه ازاي ممكن يكون هبب الدنيا ومش عارف يصلحه فهو محتاج مساعدتك ان تاخد انت القيادة وتبتدي انت اللي تصلح الموضوع معلش لو انت الصوت العقل في العلاقة دي يعني للاسف بيبقى ده دور الطرف ده لو انت صوت العقل بكدي يخد موقف وبتدي انت صلح الدنيا اللي باصل دي انت شايف شريكة عمل ازاي برج الحمل نايت اف بنتيكلز انه هو شخص هو معتمد على نفسه في حالة اعتماد على النفس او شخص يسق يعني يقدر يتحمل المسئولية بحاجات معينة بيشيلها كويس جدا جدا شايفوا ان هو كمان شخص روتيني بيكبع الروتين في كل حاجة في تصرفاته وفي تفكيره بس ما زلت شايف شريكة بصورة كويسة ان هو زي ما قلنا شخص محترم وشخص انت تقدر تعتمد عليه شريكة بقى شايفك ازاي برج الحمل شايفك قائد وانك انت اللي بتعرف تمشي الامور العربة بتوحي بان حاجة تتحرك ان انت اللي بتمشي الامور وانت القائد حتى لو كانت الحمل هنا هي مرأة على فكرة عادي جدا فيه يعني سيدات وستات بيفكروا بشكل احسن كتير جدا وبيعرفوا فعلا يزبطوا الامور فلو انت القائد فعلا في العلاقة دي برج الحمل شريكة محتاج مساعدتك وانك انت اللي تعدي به بالعلاقة المحنة دي ايه الطاقة ما بين الحمل شريكه فيه طاقة هزيمة انهزام وخلينا نقول اما طرف منكو اخطأ ومش قادر انه هو يعترف بالخطأ ده ان علش ثانية واحدة انا غلط ما بيعملش له وفي حالة مكبرة ويعناد انا ما بغلطش انا تمام ده ممكن يكون واحد منكو في العلاقة او كلا كما معا انتو الاثنين كل واحد راكب راسي انا ما غلطش انا ما غلطش تمام ففي حالة انكار للحالة اللي احنا وصلنا لها وزي ما انا شايفة او الرسالة ووصلا لي ان احنا سيبين المشكلة الاساسية وعمين نبص بحاجات تانية انت عملت فكر او هالك نفسك تفكير وشاغل مخجمت جدا جدا تفكير كتير جدا لا ينتهل بس ما يبوصلش النتائج او ما بتاخدش خطوة اجابية وشريكك الدنيا بويزن انه خالص مش عارف يصلح لامور ازاي وعايزك انت اللي تصلح لامور بس التقريبه مش عايز يعترف بده مش عايز يقول ده اوكي ايه اللي بيحصل للشطر ده فرص بتيجي للعلاقة او بتجيلكو انتو الاثنين وبتضايعوه يعني شريكك مثلا او ما بيحاولش او بيحاول يبعث لك رسالة وانت متشوفهاش الرسالة اللي انا شايفها دي ساعدني طب انا مش عارف اخ اصلح الموضوع ازاي عايزك تساعدني وانت انا مش سمع حاجة فان في فرص بتيجي وبنضايعوه الشريك الناحية التانية نفس الحكاية ممكن تكون انت صبرك او سكوتك ده بالنسبة له فرصة انك بتدينه وقت انه هو يصلح وما بيصلحش فاللي بيشايفاش دور ده فرص بتضيع فنبتدي نركز في الفرص يعني معنى نبتدي نسمع بعض الكلام اللي هو ما بيبقاش بيتقلب البق ده فيه احتصارفات معينة شريك بيعملها فانت عشان تعرفه كويس قوي انا فاهم هو عايز ايه فنبتدي ما نضيعش فرصة ايه اللي بيحصل للشهر الجاي والله اعلم ما احنا بنتكلم في ده شهور اللي جاية انه لو الوضع استمر بالشكل ده ده المتوقع ان هو يحصل قعد عائلية ها في ان المشكلة منبتدي ان احنا ندخل طرف تالت في الموضوع مش لازم تكون عائلة على فكرة ممكن يكون صديق او صديقة منبتدي ان احنا نقعد ونتكلم مع بعض الاجتماع ده هنخرب به في ايه بايه ولا حاجة مش هنخرب به باي حاجة مش هنخرب به باي حاجة ما هو ده الحل ان احنا ندخل اهلنا او ندخل صحابنا في الموضوع ده مش يحل الموضوع والنتيجة اهي هنقوله حاببتي التور هيقال حالا بعد ما نخلص الحمد زعل جمل جدا حزن جديد جدا وممكن يكون جرح بقى نجرح في بعض انا عمالة اقول لك يعني ابعت لك في مسجات وانت مش فاهم انا عايز اقول لك ايه فيبتدي يحصل ممكن يكون في شكل من اشكال ان احنا نجرح بعض بقى نجرح بعض فا او 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 يعني هو المعنيين قريبين من بعض او ان العلاقه بتمر بعض صفه او بوقت عصيد شوية فنحاول ان احنا او يعني انصحكم النصيحة اللي انا شايفاء علشان نتفادى الكروت اللي جاية دي الشهور اللي جاية شهر ستة و سبعة دول و الى اللي احنا شوفناه انه كل واحد يعبدوا في خاطئ انا اخطأتها في كذا و كذا انا محتاجك تساعدني في كذا و كذا انا عقليت الدونية اتساعدني في كون انا او ثون اشتركوا في القناة شكرا